موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم طلبة وطالبات المرحلة الثانوية لمادة الفلسفة ورحمة الله وبركاته يسعدني اللقاء بكم مجددا وسنواصل معكم سلسلة دروس الاتجاهات الفلسفية وثالث هذه الاتجاهات الاتجاه النقدي لنتعرف على هذا الاتجاه تعريف هذا الاتجاه وهو الاتجاه النقدي هو اتجاه فلسفي يرى ضرورة إخضاع كل شيء للنقد فلا يمكن القبول بأي معرفة إلا بعد إخضاعها للفحص النقد النظري والاختبار التجريبي ما معنى هذا الكلام إخواني وأخوات الطلبة هذا الاتجاه لا يقبل بأي معرفة ولا يقبل بأي حقيقة إلا عندما يجعلها تحت التجريب ويجعلها خاضعة للنقد لكن ما هو هذا النقد؟ النقد يا إخواني وأخواتي هو تحليل في أساسه للأفكار والآراء تحليلها من أجل تمحيصها وتنقيحها لتمييز الصواب من الخطأ فيها وهذا الاتجاه يخضع أي معرفة إلى هذا النقد بمعنى أنه يحلل هذه المعرفة وهذه الحقائق إلى وحدات أصغر منها ليميز الصواب من الخطأ فيها أو ليميز العيوب عن المحاسن وهذا الاتجاه لا تظن أنه فقط يخضع المعرفة للنقد وإنما يخضع أيضا أدوات المعرفة للنقد مثل أداة العقل فهو يختبر العقل من أجل أن يعرف حدوده وإمكانياته وقدراته وسنتعرف على ذلك من خلال الدرس يعد الفيلسوف الألماني إيمانويل كامت الممثل البارز لهذا الاتجاه وهو الاتجاه النقدي هذا الاتجاه يجمع بين العقل والتجربة أي يجمع بين مبادئ أصحاب الاتجاه العقلي ومبادئ أصحاب الاتجاه التجريبي وسنتعرف على ذلك بعد قليل إذا كانت نظرية المعرفة مجرد مقدمة لعملية التفلسف سواء عند العقليين أو التجريبيين فهي أي نظرية المعرفة عند كانت أصبحت موضوعا للفلسفة من خلال سؤاله ماذا يمكنني أن أعرف معنى هذا الكلام أن الاتجاهين العقلي والتجريبي جعل نظرية المعرفة فقط مقدمة لعملية التفلسف وكما تعرف فإن معنى التفلسف هنا هو ذلك الجهد العقلي الذي يكشف الحقائق عن طريق منهج خاص وثابت إلا أن كانت لم يجعل هذه النظرية أي نظرية المعرفة مقدمة وإنما جعلها المركز وجعلها المحور وبدأ بالسؤال مع نفسه ماذا يمكنني أن أعرف قدم الإجابة على هذا السؤال من خلال كتابه الأساسي نقد العقل الخالص وتذكر دائما هذا الاسم أما المبادئ الأساسية التي تتكون منها المعرفة عند كانت فهي أولها أن الإنسان لا يستطيع معرفة الأشياء في ذاتها وإنما يعرف الظواهر أو عالم الظواهر التي تتألف منها التجربة نعم معنى هذا الكلام إخواني وأخواتي أن الفيلسوف إيمانويل كانت فيلسوف تحليلي حلل الوجود أو العالم إلى قسمين القسم الأول هي الأشياء كما تبدو لنا وهو عالم الظاهر أو العالم الخارجي أو العالم المحسوس أما الأشياء في ذاتها فهي تكون ما وراء هذا العالم وهو عالم الظواهر إذن في هذا المبدأ يجب أن تتذكر دائما بأن كانت قسم العالم إلى عالمين عالم الأشياء في ذاتها وعالم الظواهر إلا أن العقل دائما يرتبط بعالم الظواهر ولا يرتبط بعالم الأشياء في ذاتها ومن المبادئ الأساسية لدى كانت في كتابه نقد العقل الخالص أن التجربة تتألف من عنصرين أساسيين هما العنصر الحسي والعنصر الإدراكي لنأخذ شرحا بسيطا لكلا هذين العنصرين فأما العنصر الحسي فهي تلك الإحساسات التي يأخذها الحواس من العالم الخارجي وهي عادة تكون إحساسات مشوشة مبعثرة غير منتظمة وتحتاج إلى من ينظمها في علاقات منطقية مناسبة إن من ينظمها هو العنصر الإدراكي فالعنصر الإدراكي هو المبادئ والمعاني الكلية الموجودة في عقل الإنسان لتعمل هذه المبادئ على تنظيم هذه الإحساسات التي أخذت من العالم الخارجي ويشمل هذا العنصر الإدراكي الزمان والمكان وبقية المبادئ العقلية وهذا يعني أن كانت يوافق التجريبيين في قولهم أنه ليس هناك تجهبة من دون إحساسات إذن هنا كانت يوافق التجريبيين في أن الإحساسات هامة من أجل صناعة المعرفة ولكن الإحساسات الإحساسات الخالصة ليست معرفة عند كانت معنى ذلك أن الإحساسات لوحدها فقط من دون المعاني العقلية والمبادئ العقلية الإدراكية لا تعد معرفة لذلك فإن التجربة تقوم على أفكار وتصورات عند كانت فإن هذه الأفكار هي التي تربط هذه الإحساسات من العالم الخارجي وهذا يعني أيضا أن كانت يوافق كذلك العقليين لأن التجارب لا بد أن ندركها في زمان معين ومكان معين وصورتي الزمان والمكان حتما موجودة في العقل وليست موجودة في عالم الإحساسات الخارجية إذن فالمعرفة عند كانت تتطلب التجربة والتصورات أو الفهم أو الإدراك العقلي أي يجمع بين التجربة والتصورات الإدراكية العقلية إذن المعرفة عند كانت تتكون من الحساسية والفهم لنذكر مثالا على ذلك لتتوضح الصورة لنأخذ مثال أن النار أحرقت الورقة فأين الإحساسات هنا وأين العنصر الحسي هنا رؤية النار ورؤية الورقة وهي تحترق تعتبر من العنصر الحسي أما زمان ومكان الورقة وهي تحترق بالنار فهي ترتبط بالحساسية أي صورتي الزمان والمكان وأما الفهم فإن الإنسان الذي يرى هذه العملية عملية احتراق الورقة فإنه يفهم بأن النار هي التي تسببت في حرق الورقة والسببية هنا ترتبط بعملية الفهم نتابع المبادئ الأساسية عند كانت في كتابه نقد العقل الخالص فنقول أن حقيقة المعرفة مقصورة على الظواهر وهي معرفة تجريبية وبرهانية وتظهر في العلوم البرهانية كالرياضيات والعلوم التجريبية كالفيزياء أما المبدأ الرابع عند كانت فهو أن دور العقل يتحدد في معرفة الظواهر ولا يستطيع تجاوزها إلى ما وراء الظواهر أي أن العقل لا يستطيع أن يدرس الظواهر والأحداث التي تكون خارج الزمان والمكان أو في عالم الأشياء في ذاتها لأن مقومات الفهم غير موجودة لذلك فإن كانت هنا يضع حدودا للعقل أي أن العقل فقط يمكنه أن يتناول المعرفة في عالم الظواهر وليس في عالم الأشياء في ذاتها أخي الطالب أختي الطالبة اختبر نفسك الآن سؤال أكمل الفيلسوف الذي ينسب له كتاب نقد العقل الخالص اسمه كانت اتجاه يرى ضرورة إخضاع كل شيء للفحص النقدي والنظري والاختبار التجريبي يسمى الاتجاه النقدي علل وضع كانت حدودا للعقل لأن دور العقل يتحدد في معرفة الظواهر ولا يستطيع تجاوزها إلى ما وراء الظواهر فبذلك يكون كانت قد وضع حدودا للعقل أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة